نشبت مشدة بين لعيب الأهل والزمالك فور انتهاء مباراتهما التي أقيمت اليوم في نهاية دوري أبطال إفريقيا احتضن أستاذ القاهرة المباراة التاريخية التي جمعت بين قدبي الكرة المصرية لأول مرة في نهاية دوري الأبطال الأهل حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي واشتبك لعيب الأهل والزمالك مع بعضهم البعض فور إطلاق الحكم الجزائري مصطفى غربال صافرته وأشهر غربال البطاقة الحمراء لللاعب الزمالكاوي مصطفى محمد بعد مشدد لعبي الفريقين يذكر أن الأهل حصد لقب الدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه اليوم مع ليش طبعا غصبا عنهم مش قادرين يستحملوا الهزيمة ألف مبروك للأهلي أخيرا يا أهلي جبنا التاسعة وإن شاء الله تتشرفنا في الصوبر الأفريقي وتبقى بطل الصوبر وكمان ترفع راس مصر في كاس العالم للأندية ألف مبروك لجماهير الأهلي وهرض لقل الزمالك زي غيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر